السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد وحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم والسفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتس أب الخاصة بهذا البرنامج أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والشواب وردت إلي أسئلة كثيرة جدا أبدأها بسؤال الأخت أم عبدالله من أمريكا تقول بأن زوجها كان منذ الصغار يعيش في دولة غربية لم يكن معه والده ووالدته توفيت وهو صغير درس هناك واشتغل وعاش في ذلك المجتمع وأهمل دينه أهمل الصلاة وأهمل الصيام وبعدين تقول قريب تسع سنوات ما صام وبعدين الحمد لله بدأ يلتزم في الصلاة والصيام وإلى غير ذلك وذكرت أشياء كثيرة جدا لكن هذا ملخص سؤال الأخت أم عبدالله من أمريكا أخت أم عبدالله أولا بارك الله فيك ورضي الله عنك وتشكرين على الاهتمام بزوجك ولا شك بأن هذه نعمة من نعم الله أن تقوم المرأة فتهتم بأحوال زوجها وبدينه قبل الدنيا فكثر الله أمثالك وبرك الله فيك الأمر الثاني هنيئا لزوجك وهذه بشارة أن الله تعالى أحبه فهداه ولذلك زوجك عاش فترة طويلة من الزمن بعيد عن الله والحمد لله الآن فتح الله على قلبه وهداه لما فسح في عمره ومد في أجله ورجع إلى الله هذه نعمة من نعم الله يشكر الله عز وجل عليها قائما وقاعدا وعلى جنب الأمر الثالث أخت الفاضلة أنا فهمت سؤالك على ما ذكرتي قولي لزوجك ما مضى مضى يتركه ويبدأ وهو بدأ والحمد لله بالمواظب على الصلوات الخمس صلاة الجمعة بالمواظب على صيام رمضان شهر رمضان ويستمر على هذا ويعمل أعمال صالحة منها مثلا كثرة الاستغفار كثرة الاستغفار قول أستغفر الله أتوبي لي الأمر الثاني كثرة النوافل الصلوات الخمس فيها لها نوافل سؤال رواتب قبلية وبعدية قيام الليل سنة الضحى الصيام النافل إذا استطاع وانت ذكرت بأنه مريض بالسكر إذا استطاع صوم الاثنين الخميس الأيام البيض لا يفوت الصيام عرفة صيام عاشورة يكون له نفع متعدي يعني يكون يعني نفع يصل إلى الآخرين يحسن إلى الناس يكثر من قراءة القرآن يكثر من ذكر الله هذه كلها بإذن الله أمور طيبة وسبب من أسباب ثباته على ما هو عليه الآن بارك الله فيك أم بلال من العراق تقول أنا أقوم بخدمة عمتي أخت أبي وهي مقعدة منذ سنوات عندها تخلف عقلي قليل يعني لكن تقول شد عصبي عنده لا أحد يستطيع اسكاتها إلا بالصوت العالي وأنا أستخدم الصوت العالي معها بعض الأحيان والله أني أحبها وأكرمها يعني أبتغي بذلك وجه الله هي كبيرة في السن وأشعر أحيانا أن تعبي يذهب هدر وأخاف الله فيها وهي أيضا تحبني جدا لخدمتي لها أم بلال أولا أسأل الله تعالى أن يكتب أجرك وأن يبارك في عمرك وفي عملك أنت على خير يا أخت الفاضل هذه نعمة من نعم الله وفقك الله عز وجل وفتح لك باب من أبواب الخير تليجين منه إلى هذا الخير من الله سبحانه وتعالى وقيامك على خدمة عمتك أخت الوالد بمثل هذه الطريقة هذا عمل صالح ولله الحمد والمنة فأبشري بخير ولذلك الله عز وجل اختارك لهذا فلا تتركي ما اختاره الله لك أنت على خير وستجدين بركة ذلك في نفسك وفي حياتك وعمرك وعيالك وزوجك ومالك وبيتك وتجدين هذا ظاهر هذا ظاهر ولله وهذه من أعظم النعم صلة الرحم هذه التي عندك الرحمة اللي في قلبك الخدمة والقيام على هذه المرأة العاجزة عن أن تحرك شيء فاقدة لعقلها لا شك بأن هذه نعمة واختيار الله عز وجل لك هذا الباب يدل على محبته بحول الله تعالى وقوته الأمر الثاني أخت الفاضل الأصل طبعا أن الإنسان ما يرفع صوته على الآخرين سواء من الأقربين أو الأبعدين ما يرفع صوته على الآخرين ولذلك الإسلام أدبنا وربانا أننا ما نرفع الصوت على الآخرين بل ما نرفع الصوت عموما رفع الصوت هذا إلا للضرورات مثلا لذلك الله عز وجل قال في مسألة الوالد وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ولا شك بأن هذه المرأة تدخل ضمن هذا التوجيه يعني بالنسبة لنا أننا ما نرفع صوتنا لا على والدين ولا على غير الوالدين مثلا مثلا العمات والخالات والأعمام والأخوة وهكذا المسألة الأخرى وهو المهم هنا أخت الفاضلة بالنسبة للمرأة هذه فاقدة لعقلها أو لبعض عقلها عندها حالة عصبية وتصدر تصرفات هذه التصرفات بالنسبة لكم كما فهمت ما تستطيعون تهديئتها إلا برفع الصوت عليه فهي تهدأ مثل الطفل الصغير مثل الطفل الصغير اللي يظهر لي والله وأعلم أن هذا ما في بأس ولا حرج لأن هذا نوع من أنواع الدواء نوع من أنواع العلاج نوع من أنواع التداوي لماذا؟ لأن أنت الآن والدك مثلا لو عمتك الآن قيل لها سنجري لها عملية جراحية ستوافقون عملية جراحية في بضع لحم في أشق جلد فيها إيلام لماذا؟ لمصرحتها لمصرحتها ولذلك هذا فيما يظهر لي إذا أنتم من عدمة الحلول كلها ما في سبيل على أن تسكت وتهدأ وتترك هذه الحالة العصبية إلا برفع الصوت عليها فاللي يظهر لي بأنه لا مانع ولله الحمد والمن وهذا نوع من أنواع التداوي أهم شيء تنون بذلك يعني مثل ما تنون الدواء أو العلاج لها ما تنون إيذاءها ما تنون الإضرار بها مثلا هذا أهم شيء بارك الله فيكم لكن هذا أخت الفاضل هو الخيار الأخير يعني إذا كان هناك أشياء ممكن أنها تسكت مثلا تُعطى حاجة يعني مثلا تخرج إلى مكان مثلا أما تقول الله أن عدمت الحلول والأسباب لا حرج في هذا ولله الحمد والمن صهيب من اليمن يقول جدتي توفيت وبدأت بالعدة ودخل عليها طفلين الأول عمره خمس سنوات والثاني عشر سنوات ماذا عليها ودخل عليها ابن أخوه صهيب بارك الله فيك ورضي عنك ما عليها شيء ولله الحمد والمن فدخول الأطفال على المرأة المحادة لا شيء فيه ولله الحمد بل لو أن رجلا أجنبيا دخل على المحادة هذه عامدا أو غير عامد ليس عليها شيء ليس عليها شيء بل لو أن المرأة تعمدت ودخلت على الرجال لا تقضي العدة ولا تبطل العدة تكمل العدة وتستغفر الله كيف دخل عليها أطفال أطفال هذول يدخلون على المرأة المحادة لا حرج كيف دخل عليها أطفال محارم لها ابن ابن أخوها وابن ابنتها مثلا وابن ابنها مثلا أولادها بارك الله فيك فلو دخلوا عليها لا حرج في ذلك ولله الحمد أم عبد الله من الكويت بارك الله فيها تسأل تقول في الحديث ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له تسأل أم عبد الله تقول هل الملبس الحرام يشمل السافرة والمتبرجة بمعنى لا يقبل الله دعواتها ومعبد الله بارك الله فيك الجواب لا الجواب لا هذا لا يعني بأن السفور والتبرج حلال لا السفور والتبرج حرام لكن أنت ذكرت حديث وهو ما أكله ومشربه وملبسه والمقصود الملبس الذي اشتراه من حرام هذا المعنى يعني كسب حراما فلبس به يعني يبيع خمر ويشتري فيه ملابس له مثلا يبيع مخدرات ويشتري ملابس له ويأكل به ويشرب منه هذا هو المقصود اختلف أما التبرج والسفور فهو محرم لأن الله جل وعلا حرم ذلك ونهى عنه ما يجوز المرأة تخرج سافرة متبرجة أمام الآخرين أمام الرجال الأجانب لكن أنت سألت عن الحديث لا الحديث وملبسه حرام يعني من حرام قد يكون الملبس أيضا بعيني حرام سرق مثلا سرقه سرق ثوب لبسه أو سرقت ثوب لبسته أو مثلا غصبه غصب مثلا أو انتهبه مثلا نعم وأما المرأة السافرة فلا شك بأن فعلها محرم بارك الله فيك أم محمد تقول أنا عايشة في أمريكا متزوجة من شاب أمريكا مسلم ولله الحمد يعني هو يسعى مع أهله لرسم سورة طيبة عن ديننا ولله الحمد تقول حماتي مزعجة جدا تتصرف الصرفات تزعجني كأن تجيب أحيانا المشروب في بيتي تنعت ابني مثلا بالشاذ وغير ذلك من الأشياء ذكرت طبعا أشياء كثيرة سؤالي تقول هي سؤالي هل هي من رحمي هل يعني علي وصلتها هل يتوجب علي التعامل معها ما استطيع قطع علاقتي فيها أنا ما يعني أأثر على ابنها الذي هو زوجي بقطع العلاقة فيها بس أنا تعبت كثير وهي تستفز أولادي وشيء من هذا القبيل أختي أم محمد من أمريكا بارك الله فيك وثبتك الله وأعانك وثبت الله زوجك وأصرح الله لك أولادك أختي الفاضل هذه ليست من أرحمك أنت ليس لك علاقة بها هذه أمرأة ليست رحم الرحم يعني الرحم الأب والأم والجد والجدة والأبناء الأولاد البنين والبنات الإخوة والأخوات هذول الرحم الأعمام والعمات الأخوات هذه أمرأة بعيدة عنك فيا أخت الفاضلة لا يجب عليك صلتها أنت الآن تسعين في كسبها للإسلام احرصي بارك الله فيك على لا تستفزك احرصي على أن تظهري فعلا حقيقة يعني حقيقة ما عندك من دين الإسلام تترجمين ترجمة عملية من خلال تصرفاتك وأيضا ردات الفعل بالنسبة لها هي و بمسامحتها و بالصف عنها إكراما لزوجك وأيضا تبيت لنية دعوتها إلى الإسلام فلا تقولين هذه ما تهتدي لا الهداية بيد الله عز وجل ما تدرين هذه المرأة الشريسة الآن في تعاملها معك ما تدرين قد تكون قد تسلم على يديك في يوم الأيام من موقف من المواقف أو تتأثر مثلا فأغرقيها بإحسانك أغرقيها بإحسانك تصبري عليها تصبري عليها قضية أنك يجب عليك صلتها لا ما يجب أنت الآن في مقام الداعية إلى الله عز وجل معها زوجك عفوا زوجك هذا شأنه هو و صاحبهما في الدنيا معروفا و إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما و صاحبهما في الدنيا معروفا و اتبع سبيل من أناب إلي تحرصين على أولادك من حيث التربية وتلقين العقيدة السليمة يعني خوفا من أن يعني تعلمهم شيء ربما يعني يؤثر على دينه و أنصحك بكثرة الإحسان إليها و التواصل معها من باب دعوتها إلى الإسلام أحمد النقبي يقول أنا تأخرت و زوجتي بإنجاب الأطفال مدة أربع سنوات راجعنا العيادات قالوا الإنجاب الطبيعي صعب بسبب حالة زوجتي الصحية من ناحية الإنجاب الحل أطفال الأنابيب الحمد لله يقول عملناه و رزقنا بولد يقول أكملنا الآن أربع سنوات هل يجوز لنا إعادة عملية أطفال الأنابيب لإنجاب طفل ثاني أخو يحمد النقبي بارك الله فيك بالنسبة للجوء إلى عملية أطفال الأنابيب للضرورة أو الحاجة فما دام أن الأطباء قالوا بأن زوجتك عنده إشكالات صحية ولا يمكن أن تحمل إلا بمثل هذه الطريقة ما يمنع ولله الحمد وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية التي دائما ما ننبع عليها من كون الذي يباشر عملية يعني التلقيح هي طبيبة يعني من حيث زوجتك وتحرص على يعني بالنسبة لزوجتك على أن تكون مسائل الضرورة بقدرها مسائل الضرورة بقدرها فما دام أن نرخص لك في المرة الأولى يرخص لك في المرة الثانية بارك الله فيك قايد يحيا من أمريكا يقول أنا أعمل في مصنع سيارات لمدة 12 ساعة في اليوم الواحد ولا أستطيع أن أصلي صلاة الجمعة في المسجد وقل مرت علي شهور وأنا على هذه الحال هل علي إثم يا يحيا قايد من أمريكا بارك الله فيك وثبتك الله سبحانه وتعالى أخي الفاضل بالنسبة لصلاة الجمعة هي أعظم فرائض الصلاة ولذلك أمر الله جل وعلا بالسعي إليها والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من ترك ثلاث جمع تهاونا وتساهلا وبين عليه الصلاة والسلام بأن من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله وعلى قلبه نعود بالله وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام اللي يشهدون الجمعة فأحرقوا عليهم بيوتهم بالنار طبعا هم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعل جاء في المسند وغيره لولا ما فيها من النساء والذري والمقصود أخي الفاضل بأن ثلاث جمع يتركها الإنسان من دون سبب هذا خطأ ولذلك ممكن أنك أنت الآن يعني تترك جمعتين مثلا إذا كنت مضطر إلى الوظيفة وتصلي الظهر الثالثة تشهد الجمعة ولا بد أن يكون لك ترتيب وأعتقد بأنك لو أفهمت يعني الشركة بأنك مسلم وأنك مضطر أنك تشهد الجمعة حتى لو أخذت يعني إجازة ساعة تذهب وقت الصلاة مثلا إذا تقدر الوقت فتذهب إلى صلاة الجمعة أو تشهد بعض الخطبة وتشهد الصلاة ثم تنصرف وبعدين تصلي السنة في البيت بارك الله ولذلك أنصحك بأن لا تستمر على هذه الطريقة حتى لا يقس قلبك ويصبح هناك وحشة في صدرك وتألف هذا الشيء مع مرور الوقت انتبه فصلاة الجمعة من أعظم الصلوات بارك الله فيك أبو محمد يقول أبو محمد من الإمارات طبعا يقول يا شيخ طلعوني من الدوام قبل سنتين والحين بلا عمل وعندي زوج وأولاد لا أستطيع أن أصرف على زوجتي النفقة وهي صابرة ومتحملة هل علي شيء؟ يا أبا محمد من الإمارات بارك الله فيك وبرك الله في زوجتك والحمد لله الذي رزقك بزوجة صابرة محتسبة وهذه نعمة من نعمة له وهذه المرأة الصالحة القانتة التي تحفظ لزوجها حقه وأيضا تراعي ظروف زوجها فأنت ما عليك شيء يا أخي الفاضل أنت تقول الآن والله خرجت من العمل طلعون من العمل الآن وضعي المادة صعب جدا زوجتي تحملتني أولادي هل علي شيء؟ ما عليك لا الصبر والبحث عن العمل تبحث عن عمل آخر ليست الدنيا قائمة على وظيفة واحد أو عمل واحد أو جنس واحد من الأعمال إذا كنت تعمل في قطاع معين الآن تذهب إلى قطاع آخر تشتغل في السوق هذا ليس عيبا الصحابة اشتغلوا في السوق الصحابة رضيها اشتغلوا في السوق عبد الرحمن بن عوف لما هاجر من مكة إلى المدينة ما كان عنده إلا إزار ما يملك شيء ما يملك شيء ولما آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار كان الأنصار يريد أن يعطيه جزء من بيته وجزء من مدينة قال لا 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 رفض عنده عزة نفسه قال دلوني على السوق وين سوقكم يا أهل المدينة فقال هذا السوق ذهب فاتجر حتى أصبح عبد الرحمن بن عوف يقولون عنه لو قلب حجر لو وجد تحته ذهب فلذلك أخي الفاضل واغتنصر يعني يصدق على عبد الرحمن بن عوف ويقال امبراطور مالي وهاجر ما عنده شيء لا يملك إلا إزار ثوب فقط يسترعورة فلذلك أخي الفاضل بارك الله فيك أنت الآن معذور معذور الآن لكن قد لا تعذر إذا أصبحت كسلانا تاركا للعمل تاركا للإكتساب تريد وظيفة واحدة فقط مثلا سامحني أقول لك هذا الكلام لأن بعض الناس الآن ما يريد العمل كتابي ما يريد إلا مكتب مكيف على رأسه فقط والسوق طيب ما توفر هذا أجلس في بيتي أنت عليك حقوق وواجبات والتزامات يجب عليك أن تؤديها فابحث وحرص حتى لو كان أقل من مستواك التعليمي الوظيفة أقل من مستواك الوظيف السابق حرص على العمل العمل نعمة من نعم الله والسوق مليء ولا أحد يقول أنا ما أجد عمل لا أحد يقول ما أجد عمل ومن أراد أن يعرف صدق ما أقول يذهب إلى سوق الخضار مثلا أو سوق السمك أو سوق اللحم مثلا يشوف شوف كيف الناس تشتغل سبحان الله وذهب هذه فلذلك أخي الفاضل أنت في الفترة حالية ليس عليك شيء لكن مستقبل إذا بقيت تارك للعمل لا تدخل في مسألة الخطاب والتكليف بارك الله فيك أشواق التركي من ليبيا تقول نحن نصلي سنة الفجر وبعدها ركعتين الفجر نصلي الصبح البعض قالوا غلط ركعتين السنة والصبح بس نبغى نفهم يا أختي أشواق التركي من ليبيا طبعا هي مسألة الصبح والفجر بعض العلماء يقول الصبح والفجر واحد صلاة الصبح وصلاة الفجر بعض العلماء يقول لا صلاة الصبح غير صلاة الفجر فيقصدون بصلاة الصبح السنة الراتب القبلية ويقصدون بصلاة الفجر الفريضة أو العكس لا مشاح يعني لكن حقيقة اللي أحفظ أنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما سمى ركعتين اللتين قبل صلاة الفجر ما سماهما فجرا أو صبحا سماهما ركعتين الفجر لذلك جاء في الحديث ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها ركعتين الفجر فلذلك اختلف هذا بعد أذان الصبح الثاني اللي هو طبعا يحرم على الصائم الأكل والشرب لأن في بلادي أذنون أذانين الأذان الأول في الليل اللي كان أذنه بلال بن رباح فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أذن بلال فاكلوا واشربوا وإذا أذن ابن أم مكتوم فأمسكوا ففي أذان أول هذا حتى يعود قائمكم وينتبه نائمكم النائم يستيقظ حتى يوتر والقائم اللي يصلي ينتبه ويوتر ويترك حتى لا يدخل عليه وقت صلاة الصبح فركعتين الصبح بارك الله فيك هي تسمى ركعتين الصبح فتصلينهم بعد الأذان بعد الأذان ثم بعد ذلك تصلين صلاة الفريضة أم عمر بن الجزائر تقول عندي بنت عمي توفيت هي وزوجها وعندها أولاد بالغين كبار مين نزور لأنهم يتامة يجو أولادها يسلموا عليها فهل ترى يعني يجوز يجلسوا يسلمون علينا أو شيء من هذا القبيل أختي أم عمر بارك الله فيه تقولين أنت بنت عمك توفيت هي وزوجها وعندها أولاد بالغين وعندها طبعا أولاد غير بالغين كما فهمت بالنسبة للبالغين لا يجوز أن يدخلوا عليك أنت لأنك أنت ما تحلي لهم أنت أجنبية عنهم أما الصغار يجوز أنك يجوز أن تدخلينهم إليك وأيضا يسلمون عليك ويعيشون معك ومع أولادك يجوز هذا ولله الحمد والمن أما البالغين فلا لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى قال لا تدخلوا على النساء لا تدخل عني يعني لا يدخل غير المحارم على النساء أما المحارم فيدخلون والصغار كذلك يدخلون على النساء بارك الله فيك أم عبدالله أفن عبدالله أفن عبدالله من العراق يقول هل يجوز أن أعطي زكاة الفريضة إلى أختي وهي محتاجة أخي عبدالله بارك الله فيك الجواب نعم إذا كانت أختك فقيرة أو مسكينة أو غارمة ما معنى غارمة مديونة عليها قروض عليها كذا بحق وليس بباطل وعاجزة عن السدات فيجوز أن تعطيه بل أولى الناس بصدقتك وزكاتك أختك مدام أنها محتاجة وفقيرة فتعطيها بارك الله فيك ورضي عنك مريم محمد من ليبيا تقول بأن تزوجت رجل صاحب دين وخلق واستمر الزواج ثلاث سنوات ما رزقت منه بأطفال تقول مشكلتي يا شيخ في أهل الزوج والدته نحن ساكنين إيجار من أول زواجي وأهل زوجي ساكنين معنا وأنا حاس بظلم واقع علي على زوجي من أهله بحكم أن والده مقتدر عنده بيت كبير عماره فيها ثلاث شقق إلى آخر ما ذكرت تقول بأنها تحدثت مع زوجها بهذا الخصوص أنه يطالب والده أو شيء من هذا القبيل فللأسف تقول يعني زوجي ما استجاب وزوجي بار جدا بهم لدرجة أنه ينام تحت أرجولهم ويخدمهم بكل جهدي وقته حتى اللقمة يحرمني منها ويحرم نفسه منها ويقدمها لهم طلبت أيضا من زوجي نسافر لبلاد أخرى لفرص عمل تقول ما حصل بحكم أني من حملت الشهادات العليا وذكرت قصة طويلة طبعا تقول هل زوجي واجب عليه النفق على والديه في هذه الحالة كونهم مقتدرين مثلا وقصة الأخت مريم طويلة جدا لكن هذا باختصار أختي مريم من ليبي بارك الله فيك أولا يعني واضح بأن زوجك رجل صالح فعلا بمعنى الكلمة حيث أنه بار بوالديه ويسعى لرضاهما وكما ذكرت يجلس تحت قدميهما ويطعمهما ويسقيهما والله هذه نعمة من نعم الله ولا شك بأن هذا باب من أعظم الأبواب الذي يفتحه الله عز وجل على عباده الأمر الثاني أختي الفاضلة أنت واضح بأن أيضا متأثرة من حيث الحقوق كما ذكرت فما تأخذين حقوقك كاملة لكن أنا أنصحك نصيحة لله عضي بنواجذك على هذا الزوج هذا الزوج رجل مبارك هذا الزوج مهما حصل من ظلم من والديه تجاه زوجك فوقوف هذا الموقف المشبع بالبر المليء بالحنان والرحمة صدقيني بأن هذا رجل مبارك و لذلك أختي الفاضلة لا أطيل عليك وصية لك أن تستمسك بهذا الزوج و بالله إن هذا النوع من الرجال أندر من الكبريت الأحمر في زمن و العيادة بالله قست القلوب تصحرت الصدور جفت المشاعر لو كان تعامنا مع أخوانا و يظلمونا لا أقولك لا تصبرين لكن مع والدي أصبري و صدقيني بأن العاقبة الحسنة لك و لزوجك ستكون العاقبة الحسنة لك و لزوجك و ستجدين بركة هذا البر من زوجك في حياتك أنت إذا صبرت و أعنتيه أعنتيه على مثل هذا البر و على مثل هذا الطريق فأنا نصيحتي لك أختي الفاضلة لا تفرطي بهذا الكنز أنت بين يديك الكنز هو هذا الزوج هذا الزوج و قضية الظلم و الظلم هذا ما يسلم منه أحد و كونه مقتدرين أو غير مقتدرين هذا حسابهم عند الله سبحانه وتعالى لكن أنا أتكلم على يعني واقع بأن مثل هذا الزوج أصبح نادر في هذا الزمان اللي يقول العيادة بالله كثر العقوق و انتشر العقوق و الصدود و أصبحت الدنيا هي التي يعني تمكنت من قلوب كثير من الأولاد و أهمل والديه أهمل والديه لكن مثل ما قلت لك أختي الفاضلة استمسكي بزوجك و إن شاء الله الله عز و جل يبارك لك و لا تطربي منه ما لا يستطيع هو عنده حد معين لا تطربي منه ما لا يستطيع الأخت أمت الله من الأردن تقول أنا حواجب خفيفة و باهت لونه و فيها فراغات بالإضافة إلى إصابة قديمة في أحد الحواجب ممكن يعني أملأ و أعبي هذه الفراغات ببعض المواد التي تستعمل حاليا مكان الإصابة هل هو حلال أم حرام أختي الفاضل أمت الله الجواب نعم يجوز لك أن تملعي مثل هذه الفراغات في الحاجبين بمواد كحلية أو أي مواد أخرى هذا يجوز و لله الحمد و المنه بارك الله فيك أهم شيء أن تجتني بالأشياء التي تشكل طبق عازلة بالنسبة للماء ماء الوضوء و الغسل تنتبهين لهذا بارك الله فيك أم حسن تقول من العراق طبعا تقول أبو حسن ما عنده عمل و البيت من خمس سنوات ما عندنا شغول ولا كذا و هناك نقول بأن هناك سحر مثلا في البيت و شيء من هذا ألقى بي أختي أم حسن من العراق بارك الله فيك و رضي الله عنك أولا أختي الفاضلة القول بأن والله البيت في سحر و كذا هذا يحتاج إلى دليل يعني من السهل جدا أن الإنسان يتكلم يقول البيت في سحر أو شيء يعني ما أعتقد أن هذا يكون أول ما يفكر فيه الإنسان قضية ما يشتغل و كذا لماذا ما يشتغل يعني السؤال الذي يقدم لماذا أبو حسن ما يشتغل راح مرة و صدوه يروح مرة ثانية و ثالثة و عاشرة و مئة مرة لأن الرزق محسوم و مكتوب و في السماء رزقكم و ما تعدون فورب السماء و الأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون لذلك بعض الناس الآن يحتمي للأسف الشديد بالسحر و بالعين يقول والله أنا أكيد معيون أكيد مسحر طيب اشتغل اعمل ابدل السبب اسعى و وصي وصي الناس ممكن أحيانا شخص يمر عليه موضوع عمل و يتذكرك مثلا يا أبو حسن يقولها أبو حسن ذا يعني طلب مني إذن أتصر على أبو حسن فلذلك أبو حسن الفاضلة شيلوا من بالكم قضية السحر شيلوا من بالكم قضية العين السحر حق و العين حق لكن مثل هذه الشغلات ثبت بالتجربة أنه في الغالب في الغالب أن هذا كله مجرد شماعة يعلق الناس عليها فشلهم يعلق الناس عليها كسلهم لا ما يصلح بارك الله فيك توفيق من اليمن يقول شخص ما عنده شعر أصلع و يسوي باروكة فوق رأسة للزينة كيف يغتسل عندما يكون جنوب و هل يجوز أن يغتسل من فوق هذا الشعر توفيق من اليمن بارك الله فيك بالنسبة لي الصلع بالنسبة للرجل ليس عيبا يعني ليس عيبا أن يكون الرجل أصلعا كان علي أصلع كان عمر أصلع أكثر الصحابة كان بالعكس يعني إذا أرادوا أن يمتدحوا الرجل قالوا الأصلع فالصلع في الرجال ليس عيب صحيف النساء هو العيب و لذلك الرجل يحلق في الحج و العمرة و لذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا و للمقصرين مرة واحد الأمر الثاني بالنسبة لوضع الباروكة هذه مسألة الكلام فيها عند أهل العلم معروف كيف الآن يضع رجل على رأسه باروكة و يغتسل جنابه على رأسه ما يصلح هذا لذلك هذا عازل للماء عازل للماء أما زراعة الشعر نعم يجوز للرجل أن يزرع الشعر فإذا جاز زراعة الشعر أخذت الزراعة حكم المبدل فالبدل له حكم المبدل خلاص يصبح كأنه شعر أصلي هذا الشعر الذي زرعه أما الباروكة فلا يا أخي الفاضل و إذا حصل و لبسها الإنسان و أراد أن يغتسل من الجنابة يجب عليه أن ينزعها بارك الله فيك أم محمد من سلطنة عمام بارك الله فيها تقول يعني ما حكم الزوج الذي دائما اتهم زوجته مع العلم أن الله تعالى أعفها و يعني طهرها و هي والله الحمد بعيدة عن مثل هذه الأشياء أختي أم محمد بارك الله فيك بالنسبة للزوج الذي يرمي زوجته بمثل هذا الأمر لا شك بأنه مرتكب لكبير من كبائر الذنوب و لعظيم من عظائم الآثام و لذلك الله جل وعلا قال وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ و الزوج الآن إما أن يأتي بأربعة شهود و إذا قال ما عندي ينتقل إلى اللعان يلاعن يعني اللعان الذي جاء ذكره في سورة النور يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها فإذا أبى أقام القاضي عليه حد القذف و العياذ بالله القذف هذا محرم و لا يجوز و لأجل هذا جاءت الشريعة بصيانة الأعراض ضربت حول العرض طوق آمن ما يجوز للإنسان أن يعتدي على الأعراض الآخرين حتى ولو بالكلام و لذلك للأسف بعض الأزواج أسهل ما عليه أن يقذف زوجته أسهل ما عليه أن يقذف زوجته و يعلم بأنها طاهرة و يعلم بأنها نظيفة و يعلم بأنها أنظف منه و يعلم هو أنظف منه و مع ذلك يظلم لماذا يقول لا هذا ما تروح تشتكي هذا ما تسوي شيء هو أصالحها طيب و الكلمة هذه أتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم أتحسب هذه الكلمة هينا هكذا و تذهب لا ما تذهب سجلت في صفيحة أعمالك السوداء لذلك على الإنسان أن يتق الله و أن يخاف الله إذا كانت بنت الحلال هذه اللي زوجتك تصبر عليك و تتحمل و تتجاوز و تعبر و تعدي لكن هذا يسجل عليك هناك ملائكة يسجلون أما تخاف من سخط الله أما تخشى من أن الله تعالى يسلط عليك بسبب ظلمك و بهتانك على الناس أن يتقوا الله و أن يخاف الله أنا أقول هذا الكلام لأنه عندي عشرات الأسئلة التي يسألون بمثل هذا الأمر الزوج عادي هو يدري أن الزوج تظهر بدليل أنه ماسكها يعني زوجته أم عياله ما يقدر تخلى عنه لكن عنده سهل أن يتكلم في عرضها يقول يا زاني يا كذا يا كذا أعوذ بالله نسأل الله العافية و السلام هل هذا يقوله إنسان يخاف الله و يراقب الله سبحانه و يعلم بأنه موقوف بين يدي الله هل هذا يقول هذا إنسان عنده يعني عقل و نضوج اللي يرمي زوجته يثبت هذا و إلا يمشي زوجته له لأنه كيف يعيش مع بغي كيف يعيش يعني ما يعيش مع البغي إلا إنسان من جنس هذا النوع و إذا كنتمسك بزوجته يحب زوجته متمسك فيه لكن لسانه لا لسانه متبرر منه مثل ما يقولون يقذف زوجته عند أي أدنى شبهة و عند أي أدنى كلام و عند أدنى زعل قال أنت كذا و كذا و لذلك تلفاظنا أنت بين خيارين إما الصبر عليه وتعرفين إذا كان هذا الزوج مسكين يعني و ذكري بالله و خوفي بالله قولي لما يصلح هذا الكلام إذا أنا فعلا مثل ما تقول ليش تمسك فيني إذا أنت الآن تقول بأنك أنت زاني ليش تمسك فيه كيف ترضى تعيش مع بغي و مع زاني هذا الأمر الأول أنت تعرفين عقلية زوجك و نفسية زوجك وتصبرين عليه و تذكرين و تخوفين بالله عز وجل قولي لأ خاف الله عز وجل لا يبتليك ربك سبحانه وتعالى الأمر الثاني ترفعين أمره للمحكمة إما أن يثبت و إلا حد في ظهري و هذا حق مشروع لك أنت ما أحد يستطيع أن يقول لك لا حق مشروع لك ترفعين أمره للمحكم و تقولي لأ أثبت هذا الكلام هنا يعرف أن الله حق و يعرف أنه أخطأ و يعرف أنه استهتر في مثل هذا الكلام فقلين الكلام و لا يمنع صبرك عليه و تذكيرك له و قولي لأ انتبه ترى أنا ممكن أرفع أمرك للحاكم ممكن أرفع أمرك للقاضي لعله يرتد علينا بعض الناس شاف صبر بنت الحلال و سكوتها يعني استمرأ هذا الشيء استمرأ أصبح عادي عندها اللفظة و يمكن عياله يسمعونه يمكن عياله أولاده في البيت يسمعونه و يقذف أمهم نسأل الله العافية و السلام هل هذه التربية هل هذا الرجل يصرح أن يكون أب محترم مثلا أنا ما أعتقد أن شخص يعني يصرح أن يكون أب صالح و محترم و يتلفظ بهذه الألفاظ و الله أنا أقول هذا الكلام من حرقة لأن عندي عشرات ما أريد أن أبالغ أقول مئات من الأسئلة اللي يعاني بعض النساء من أزواجهم بمثل هذه الطريقة يعانون سوء خلق يعانون من العذب لك يقذف زوجته بأسهل بأسهل عبارة الصلاة تعالى أن يهدي الجميع رياء من اليمن هكذا أرد أن الاسم رياء من اليمن تقول هل يجوز تكرار نفس السورة القرآنية في الصلاة أختي رياء بارك الله فيك أو أعتقد رياء أو رياء عموما الجواب نعم بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يكرر السورة في الركعة الثانية يجوز يعني تقرأين في الركعة الأولى مثلا في الصلاة المغرب الفاتحة وبعدين إذا زلزلت الأرض وزلزالها وفي الركعة الثانية أيضا الفاتحة وإذا زلزلت الأرض وزلزالها لكن على أن لا يكون هذا عادة لا أحيانا يعني تفعلين أحيان لا يكون عادة بارك الله فيك محمد من السعودية يقول ما حكم اللي يفطر في رمضان هو صائم و ذاهب للسوق هل عليه كفارة أو الصيام أخي محمد بارك الله فيك يعني السؤال أولا لماذا أفطر وهو ذاهب إلى السوق هل أفطر متعمدا هذا وقع في كبيرة من كبائر الذنوب في عظيمة من عظام الآثاء و في مصيبة من المصائب لأنه انتهك حرمة هذا اليوم من هذا الشهر العظيم الفضيل و هدم يعني ركم من أركان الإسلام أما إذا كان لا مضطرا ذهب إلى السوق و وقع في العطش والجوع لدرجة أنه وصل إلى حافة الإغماء يجوز له ذلك و يقضي هذا اليوم يقضي هذا اليوم و قضية الإطعام ما لا علاقة الإطعام في مثل هذا الأمر إنما يقضي بارك الله فيك أما إذا كان الحالة الأولى هل يقضي خلاف بين العلماء من أهل العلماء قال لو قضى ما قضاه لو صام الدهر كل ما نفعه و بعض العلماء قالوا يقضي مع التوبة والاستغفار و هذا الذي يظهر أنه الراجح بارك الله فيك أم محمد من ليبيا تقول بنتي يا شيخ دائما تحلم بالكلاب و تقوم النوم و يتبكي يعني ما العمل أم محمد بارك الله فيك أنا لست بمفسر أحلام و إنما أنا أرشيدك إلى ما تعلمين به ابنتك قبل النوم إذا جاءت ابنتك قبل النوم قولي له تتوضى لتنام على طهارة الأمر الثاني تقضى آية الكرسي فمن قرأ آية الكرسي في ليلة لا يزال معه من الله يحافظ حتى يصبح و لا يقرب الشيطان حتى يصبح الثالث تفتح إديها و تقرأ قل والله وحد ثلاث مرات و تنفث علميها هكذا وتمسح وجهها و رأسها و سائر بدنها و تقرأ ثلاث مرات قل أعوذ رب الفلق و تنفث و تنسح و تقرأ قل أعوذ رب الناس ثلاث مرات و تنفث و تنسح بارك الله فيك ثم تقرأ سورة قل يا أيها الكافرون و تقرأ آخر آيتين من سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليهم الرب إلى آخر السورة و أيضا تأتي بأذكار النوم باسمك ربي و ضعته جنبي و بك رفعه إلى آخر و أنت قبل ما تنامين اقرأ عليها أنفثي عليها بالفاتحة قال الفاتحة أنفثي عليها و بالقواقل و قولي أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان و هامة و من كل عين اللام بس هذا الذي توجهين فيه ابنتك و إن شاء الله بإذن الله ما يقربها شر أم فادية من السودان بارك الله فيها تسأل تقول ما حكم الشلوخ على الخدود و الشامة و وشم الشفاة السفلة قالوا بأنه من علامات الجمال هل حرام أم حلال والله يا أختي أم فادية أنا اللي أشوف بأنه من علامات القبح و ليس من علامات الجمال بربكم شدخ الخدود بسكين و إلا بشيء هذه علامة جمال ما أتري إلا إذا انقلبت الموازين و انقلبت الفطر ما نتري أنا اللي أعرف بأنه هذا من علامات القبح من علامات التشويه النبي عليه الصلاة السلام لعن لعن أن يوسم وجه الداب بالميسم داب داب حرم أن توسم في وجهها تعرفون الوسم الإبل و البقر و الغنم كان يعني كل قبيلة كل عائلة لها وسم و هو من نار طبعا على شكل معين كل قبيلة لها شكل لعن أن يوسم توسم الداب في وجهه لعن النبي سلام أن يقبح الإنسان الوجه يقول قبح الله وجهك كيف يسعى الإنسان في تقبيح وجهه و لذلك اخت الفاضلة أنا فيما يظهر لي بأن هذا ليس من الجمال و ليس من الزينة و إنما هذا من العبث نسأل الله العافية و السلامة و لذلك هذا لا يجوز شلخ الخدود و أما وسم الشفاه كذلك ما يسم بالنار و أيضا بالنسبة للشامة إذا كان الطبيعية خرجت هذا خلق الله أما إن الإنسان يفتعلها هذا أيضا نوع من أنواع تغيير خلق الله سبحانه وتعالى و لذلك جمال الإنسان الحقيقي في دينه و إيمانه و في صلاح سريرته فإذا صلحت السيرة ظهر السريرة ظهر الجمال على السيرة بإذن الله سبحانه و تعالى منتصر من السودان يقول ما حكم التجارة في ملابس النساء القصيرة و الضيق علما بأني لا أدري هل لبسون للأزواج أو عند مثلا الأعراس الخاصة أخي منتصر بارك الله فيك يعني الأصل جواز و حل بيع اللباس النسائية و غير النسائية عفونا الملابس النسائية و غير النسائية الداخلية و الخارجية هذا هو الأصل هذا هو الأصل العرف الواقع عندك في الغالب أن المرأة إذا أتتك و هي واضح أن امرأة متزوج و تطرب مثلا هذا الشيء الأصل الجواز و الحل الجواز و الحل أما إذا جاءتك امرأة و ارتبت أنت في شرائها لهذا الشيء ارتبت يعني في هذا فممكن أنك تمتنع بيعها حتى لا تكون ممن يعين على الإثم و إلا الأصل الجواز و الحل بارك الله فيك و الإثم على من استعمل أبو حاتم من السعودية يقول هل صيام شهر مع رمضان تتابعا تكفي عن صيام كفارة شهرين أبو حاتم بارك الله فيك الجواب لا الجواب لا لا يجوز للإنسان أن يحسب شهر رمضان من ضمن كفارة صيام شهرين متتابعين و ذلك للتالي أولا بالنسبة لشهر رمضان صيامه ركن من أركان الإسلام النبي عليه الصلاة و السلام قال بني الإسلام على خمس يعني دعائم شهادة أن لا إله لله و أن محمد رسول الله و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و صوم رمضان و حج البيت و القاعدة الفقهية أن المشغول لا يشغل فكيف الآن أنت مشتغل بصيام فريضة و تشغله بفريضة أخرى معها ما يصلح يا أخي الفاضل هذا الأمر الأول الأمر الثاني أن صيام يوم العيد محرم و لذلك يجب على كل مسلم أن يفطر يوم العيد و معلوم بأن الكفارة هي صيام شهرين متتابعين ستين يوم أو على حسب الرؤية مثلا لكن متتابعين فلذلك أخي الفاضل لا يجوز للإنسان أن يجعل أو يحسب رمضان من ضمن صوم الكفارة و لو نوى ذلك فنيته باطل و إنما يصوم نيته تكون صوم شهر رمضان أسماء من عمان تقول توفي أخي بالغرق جرفه الوادي بالليل و فقدناه تم العثور عليه في صباح اليوم التالي فهل يعتبر أخي من الشهداء و ما الصدقات التي يجب أن نتصدق بها عليه أختي أسماء أحسن الله و عزائكم عظم الله أجركم و غفر الله لأخيكم و جعله في جنات النعم أبشري أخوك من الشهداء بإذن الله النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال ما تعدون الشهيد فيكم قالوا من مات في سبيل الله فهو شهيد قال إذن شهداء أمتي قليل ثم قال الغريق شهيد و الحريق شهيد إلى آخر الحديث فالمقصود أختي الفاضلة بأن من غرق من غريق من المسلمين فهو شهيد و لله الحمد و المنه بالنسبة للصدقات أنت تقولين الواجب لا هو يستحب لكم و يسن لكم و من حقه عليكم الحق الفضل و ليس الفرض الفرض أنكم تتصدقون عنه بسقي الماء أفضل الصدقات سقي الماء إن كان عندكم قدرة أو إطعام الطعام مثلا بارك الله فيك أم سارة من العراق تسأل تقول سمعت أو تسأل عن حكم هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أحد العراب يدعو يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الجبال و مكايل البحار و عدد قطر الأمطار إلى آخر ذكر الدعاء طويل أم سارة هذا لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بل هو حديث باطل منكر لا أصل له لا أصل له بارك الله فيك هذا مجرد دعاء مجرد دعاء من الأدعية اختاره أو صاغه أحد العباد أو كذا و ذكره أما أن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا يجوز بارك الله فيك أم عبد الله من قطر تقول إذا دعينا للميت هل لازم نذكر اسمه نقول ربنا أو نقول ربنا اغفر لي و لموتانا أم عبد الله بارك الله فيك غفر الله لنا و لكم و لموتانا و موتاكم و موتا جميع المسلمين أخت الفاضلة لا يلزم كلزوم لا يلزم يعني تقول اللهم اغفر لي والدي اللهم اغفر لي والدتي اغفر لجدي لجدتي لأخي لأختي مثلا يكفي لو قلت اللهم اغفر لي أخي فلان عندك أكثر من أخ مثلا أخي فلان يجوز تسمين اللهم اغفر لي أخي فلان اغفر لي خالي فلان مثلا ميت يجوز و لو قلت اللهم اغفر لي خالي و نيتك خالك فلان يكفي ما يلزم أنك تذكر الإسم لأن الله تعالى أعلم بما في قلوب العباد سالم من عمان يقول هل يجوز قتل حشرة العنكبوت سالم بارك الله فيك الجواب نعم إذا كانت مؤذية يجوز يجوز قتل حشرة العنكبوت و للأسف في اعتقاد عند بعض الناس بأن العنكبوت ما يقتل ما أدري من وين جاهم هل جاءت آية قرآنية هل جاء حديث نبوي هل جاء أثر عن صحابي ما فيه فالعنكبوت و الحمامة يقتل تقتل يقتل عن كبوت إذا كان مؤذيا و الحمامة تصاد لتأكل مثلا أو تباع مثلا كل هذا جائز و لله الحمد و المن أبو محمد من اليمن يقول ما حكم من دعا زوجته إلى الفراش فلم تجيبه أبو محمد بارك الله بك هذا يختلف باختلاف الحال فإذا كان ثم سبب كان تكون المرأة مريضة أو تكون المرأة هاجرة لزوجها لسبب شرعي زوجها ما يصلي أو زوجها يشرب الخمر أو زوجها عند علاقات محرمة زين وهجرته هذا هجر شرعي أو زوجها عاق لي والديه وهي غاضبة ما تحب أن زوجه يعق والديه وهجرته و دعاها إلى فراشه مأجورة هي هي تؤجر على هذا الهجر حتى يتأدى بالزوج أما إذا كان المرأة مترفعة متعالية على الزوج ما في سبب لا هي في فترة الدورة الشهرية ولا مريضة ولا أي شيء و زوجها محتاجة فهذه تبات تلك الليلة والملائكة تلعنها كما جاء بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فأي ممرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت فأبت و غضب عليها زوجها كان الذي في السماء غضبانا عليه و تلعنها الملائكة حتى تصبح فخطر هذا أما مثل ما ذكرت إذا كان هناك سبب مسوق فلا حرج عليها في ذلك ريناد من اليمن تقول شعري يتساقط بشكل مفجع يعني ما هي الرقي الشرعية تقول تخشى أن تكون هناك عين يا ريناد بارك الله فيك الرقي الشرعية أن تقرأ الفاتحة على شعرك أن تقرأ المعوذات أن تقرأ في ماء مثلا الفاتحة و بعدين تغسلين به شعرك أو تقرأين أو يقرأ لك في زيت الزيتون مثلا وتمسحين في شعرك وتضعين يدك على شعرك وتقولين باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السماء العليم أو تقولين عفوا أعوذ بعزة الله و قدرته من شري ما أجده أو حاذر وتسألين تقول اللهم أشفني اللهم عافني هذا كله أخت الفاضلة من هذا كله من الأمور الشرعية ولله الحمد والمن أم آدم من ألمانيا تقول أنا سوريا من قيمة في ألمانيا تقول لما تزوجت زوجي كان متزوج قبلي وحدة ألمانية و عنده منها ولدين أعمارهم أربعة وثلاثين وثلاثة وثلاثين يعني بنته صبي تقول متزوجين وعايشين في بيوتهم مع أولادهم يشتغلوا من فترة شهر ونصف توفي زوجي وأنا عندي ابن عمره أربعة وعشر سنة وأبناء زوجي يطالبون بحقهم أمهم طبعا منفصلة كانت عن زوجي وأنا ما نزلت على ضر السؤال هل الأولاد هؤلاء يطلع لهم شيء تقول يعني لازم نتقاسم قالت لأن تعبنا أنا وزوجي وكذا أختي أم آدم بارك الله فيك ورحم الله زوجك الجواب نعم بالنسبة لأولاده من الزوجة الألمانية لهم حق في الميراث فكما أن أنت وابنك تريثونه هم يريثونه أيضا ولذلك تلفاض أنت لك الثمن والباقي بين ابنك اللي عمره أربعة عشر وإخوانه هذول من الأب اللي هو الولد والبنت المتزوجين للذكر مثل حظ العنفين هذا حق إلا إذا تنازلهم هذا مسألة ثانية قضية والله أنك أنت اشتغلت وتعبت هذا ما 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 يفيد في الموضوع إلا أن يكون لك شراكة مع زوجك إلا أن يكون أنت زوجك اللفك بعمل تأخذين جزء من المبلغ بحكم شخص ثالث ما تحكمين لنفسك تقول والله أنا اشتغلت مع زوجي في المتجر وما كان يعطيني راتب مثلا يقدر هذا الشيء ويشهد على هذا وعندكم المركز الإسلامي ممكن يساعدكم في هذا لكن جوابي الأساسي اللي هو أن أولاد زوجك من الزوج الألمان لهم حق في الميراث هذا الأولاد وبارك الله فيك فلهم حق في الميراث بارك الله فيك أم عمر أم عمر من الجزائر تقول أنا لما كنت أصلي ما كنت أجيب الإقامة لصلاة الفرض وما كنت أيضا أجيب الصلاة الإبراهيمية وكنت ساهية على صلاة مع العلم عمري 58 سنة وتقول الحمد لله الآن أصلي الصلوات والسنة القبلية والبعدية أكثر من صيام النوافل تسأل تقول يعني ما حكم ما سبق أختي أم عمر بارك الله فيك بالنسبة للإقامة لا تجيب على المرأة فالأذان والإقامة لا يجباني على المرأة ما يجب عليك الإقامة وكذلك ما يتعلق بموضوع الصلاة الإبراهيمية كيف ما كنت تجيبين الصلاة الإبراهيمية يعني هل كنت ما تأتي بها أبدا ولا شاكة الآن إذا كنت شاكة اطرح الشك الآن لا قيمة له الشك إذا كنت متأكدة تقول الآن تعلمت الصلاة الإبراهيمية السؤال لك فين تعيشين أنت في منطقة ما فيها علماء منطقة ما فيها طلاب علم ما فيها يعني من يعلم كيفية وصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام تكون معذورة بالجهل تقول لا والله فيه بس أنا متساهلة لا تحتاجين أنك يعني تعيدين هذه الصلوات إلا إذا كانت سنوات طويلة جدا والأشبه اخت الفاضلة في حالتك بأن هناك جهل ولذلك الحمد لله الذي منع عليك بالعلم والفهم الآن استقمتي على الصلاة وتأتيم بالسنن يكفيكي هذا يكفيكي هذا ولله الحمد والمن أم حمد من الكويت تقول عندي عمتي زوجها توفي وللحين هي في العدة وعيالها يبون يعرفون إذا كان ممكن تطرع معهم أو مع أختها للبر مثل كشتة وشيء من هذا القبيل أخت أم حمد بارك الله فيكي بالنسبة للمرأة المحادة تجتنى بخمسة أشياء الطيب والكحل ولبس الذهب والثياب الجميلة وكذلك الخروج من البيت ما تخرج من البيت إلا لضرورة أو حاجة الضرورة في الليل وحاجة في النهار فإذا والله العائلة كلها طلعت ما بقيت إلا هي في البيت وحاسة بضيق صدر وحاسة بأنها تحتاج شوي ما في بأس تتحجب وتطلع معاكم كشتة وترجعون تبات في البيت وهكذا إذا احتاجت أما إذا قالت لا الحمد لله مري طيبة وما أحتاج أني أخرج الأفضل أنها تبقى في بيتها بارك الله في الجميع الأخ أبو محمد من الإمارات يقول لي يعني ابنتي معلمة أطفال وغير متزوجة تخرجت منذ سنتين ترى في إكمال دراساتها العليا في تخصصها تربية لغة إنجليزية بحت عن جهة تعليمية تخص النساء فقط لم أصل إليها حتى الآن وجدت جهة تعليمية خاصة غالبية العظمى من منتسبيها من النساء وعند سؤالي أفادوني من قبلها أو أفادتني بأنه من الممكن أحيانا التعليم بنظام المجموعات في قاعة الدراسة كما أن الدراسة يوما واحدا في الأسبوع يمكن أن تلتحق يعني بها أو نلحقها من الناحية الشرعية أخوة محمد بارك الله فيك يعني من خلال الوصف اللي ذكرت يظهر لي بأنه ما فيه معنى مدام أن الغالبية نساء ويوم واحد في الأسبوع وحلقة يعني هذا ما يسمى اختلاط بالمعنى الشرعي ومدام بنتك الله مبارك يعني محجبة ومستقيمة وحريصة على دينها وحريصة على أخلاقها ما يضرها إن شاء الله بالصورة اللي ذكرت بالوصف اللي ذكرت لي ما يضرها إن شاء الله لو بحثت أكثر ممكن تجد الشيء الذي يصرح لابنتك بارك الله فيك سهى من إيطاليا تقول أمي كانت تعاني من مرض نفسي ومن المس وكانت لا تقدر على الجلوس معنا في المنزل بسبب حالتها النفسية فوعدت ربي إذا رفع عنها هذا البلاء وجلست في المنزل مع أولادها ستصوم الاثنين والخميس والأيام البيض إلى أن تموت فواضبت على الصوم مدة خمس وثلاثين سنة الآن عمرها خمس وسبعين سنة تعاني أمراض مزمنة مثل السكر والقلب وغيرها ما تستطيع الصوم في الصيب بينما تصوم في الشهور الباردة فهي لما وعدت ربها بأنها فإنها لم تكن تعرف بالنذر وهي من شدة فراحها وعدت ربي وقعدت ربي وقال قالوا لها لازم تستمرين في الصوم فهي الآن يا شيخ بدأت تشعر بالتعاو أخت سوها بارك الله فيك يعني يظهر لي بأن والدتك هي قالت يا ربي وعد فكأنها ما نذرت وإن كان أحيانا الوعد يعني يخرج مخرج النذر أو النذر أيضا يخرج مخرج يعني لفظة الوعد لكن عمو ما دام أنها قالت وعد يا ربي الوعد هذا لا يلزمها لا يلزمه ولذلك لو اكتفت بهذا يكفيها الحمد لله وتستمر على الصيام في الشتاء مثلا تستمر هذا يظهر لي بأنه ليس بنذر يا أختي الفاضلة بارك الله فيك انتهت انتهى وقت البرنامج أما الأسئلة كثيرة ما انتهت ولذلك إخواني وأخواتي أذكركم بشروط البرنامج لقبول الأسئلة لأن دائما أكرر ومع ذلك أجد بعض الإخوة يرسلون ويقولون ما تجاوبونهم يعني يفقدون شروط قبول السؤال كتابة الإسم أو الكنية عبد الله أو أبو عبد الله عايشة أو معايشة مثلا اسم البلد من وين مرسل البلد أيضا سؤال واحد فقط وأيضا سؤال مختصر ما يكون سؤال طويل يذكر الإنسان الفكرة والبرنامج ما يقبل أسئلة الفيديو أو أسئلة صوتية ما يقبل فأي إنسان يرسل رسالة صوتية أو رسالة فيديو هذا البرنامج يحذفهم ما يقبلهم ولذلك أخواني التزموا بهذا الشروط حتى نجيب وفي أيضا مسألة أخرى الصبر تدرون الآن عندي أكثر من ست آلاف رسالة تحتاج إلى جواب فلذلك أصبروا علينا وإن شاء الله تباعا يأتي الإجابة على أسئلتكم ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير بحول الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة